تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلبي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوان حلقة اليوم اللي وعدنا فيها الجمعة الماضي حلقة نحكي فيها عن الجورة الإنجليزية المجنونة الغريبة والدوري حتى الآن اللي خارج عن التوقعات اشتركوا بقناة سيلبي سبورت وخلونا نبدأ في الحلقة نبدأ بقمة الأسبوع الأولى بطل الدوري بلعب مع المتصدر ليبربول مع إيفرتون في هذا اللقاء عندي شوية نقاط بدي أحكيها على السريع أول نقطة نجنة العربي محمد صلاح النجم اللي هذا الموسم تطور وأخذ ليفل آخر في كرة القدم ومهم جدا بغض النظر عن نتائج ليبربول بنتكلمش عن أهدافه بنتكلم عن دوره في الملعب صلاح أصبح جزء حقيقي وملموس من صناعة اللعب من اللعب بين الخطوط لاعب بتحسه صار ارتكاز لليبربول في كرة القدم فنيا مش بس هداف الفريق الأول مش بس والله اللعب اللي أخطر في منطقة الجزاء لهذا الفريق لا صلاح رح لبعد آخر الآن بعد متكامل أكثر وبعد صراحة يستحق كل التقدير بننتقل للنقطة الثانية في ليبربول شو اللي بصير مع ليبربول بداية الموسم كان موجود فاندايك طبعا حنتكلم عن إصابة فاندايك كان موجود فاندايك بس الفريق ما كان عم بيحسن لم تجد تطلع على ليبربول بداية هذا الموسم ليبربول كان الموسم الماضي قوته حقيقة أنه لما يقرر يلعب بحدي عالية بسرعة عالية جدا سواء في حالة الدفاع أو حالة الهجوم بيقدر يعمل هذا الشي بكثافة يعني بوقت طويل يعني ممكن مش دقيقة دقيقتين ثلاثة وبيهدى لا كان يحط ضغط هائل لوقت طويل لعنما الخصم ينهار مين ما كان الخصم حدته الذهنية والبدنية كانت فائقة على الآخرين هذا الموسم تطلع عنده هذه الحدة بس ما بيكمل شفناها مع إيبرتون طلعت ما قدري يمدها شوي يكسر إيبرتون فيها هذه أنا ممكن يكون سببها للعلم عدم الاستعداد بشكل جيد بالصف نتيجة الظروف ونتيجة كورونا وعدم السفر والمعسكرات ممكن يكون هذا السبب لو كان هذا السبب المفروض بعد عشر أو حد عشر مباراة يختفي ونشوف ليبربولي بيرجع لحدته لو كان سبب آخر لأنه الناس هاللي هتبلش تقول لك أشمعوا وملوا بتعرف هذا الكلام يعني معلب جاهز لو كان في سبب آخر ممكن تراجع مستوى بعد اللاعبين ممكن حتى أنه الفرق الأخرى ارتفع مستواها من هذه الناحية فبطلنا نحس بذلك الفرق هيبين معنا لكن لو استعاد ليبربول هذه الحد وهذه الكثافة هيكون صعب جدا مرة أخرى على الجميع النقطة الثالثة بالنسبة لليبربول هي إصابة فاندايك الجميع بيذكر أنه فاندايك لما إيجا أخذ ليبربول من هون لهون بس بوجوده بس بوجوده أنه قدر يخدم فكرة مؤمن فيها يورجن كلوب في مسألة جاء فاندايك ساعده جدا تقريبا بنصف الملعب في هذا الواحده الآن بندون فاندايك أعتقد كلوب محتاج يعدل تكتيكيا وهنا بيبدأ الخطر كلنا منذكر ليبربول قبل فاندايك كان يلعب كويس بس ما كان يفوز وهنا كثير الخوف طبعا استعادة أليسون تبدو قريبة وهذا خبر جيد على الأقل أنه واحد من الاثنين الأساسيين ومهمين جدا في قصة النجاح هيكون موجود وبالشفاء لفاندايك أما على الطرف الآخر فانشلو تستعاد هيبتو استعاد الرونق تبعه في البدايات خلينا نوضح لستاتنا بنتكلم عن بدايات الدوري فقط ممكن الكلام يتغير كل رقودام عمل شي مرتقي وبعرفش ليش الأندي الإنجليزية ما بتعمل الأندي الإنجليزية بتلقاه عندها دائما ظاهرين كويسين بعضها ومهاجمين ممتازين ما عندهاش لقل بين دفاع ولا خط وسط دائما بتلقاه الأندي الوسط اللي هيك عندها هاي المشكلة راح عمل شغلة كويس غير خط الوسط وجاب ثلاث لعيبة ممتازين هو شافهم أو دربهم ألن وخمس بالأساس اللي هو دربهم بالسابق مريا مدريد ومن نابوي هذا الفريق أصبع عنده خط وسط حقيقي بخبرة واصل لليفن الخبر الدوري أبطال بلاعبين عندهم قوة شخصية هذا الشي ملموس هذا أخذ لأنشلو تي كرة القدم هي كرة قدم أنشلو تي الكرة البسيطة السهلة على اللاعبين اللي بتحس كل لاعب بشعر نفسه مرتاح وعنده زميله واضحة أنشلو تي اللي شفناه مع ريان شفناه مع ميلان شفناه مع تشيلسي ومع سان جيرمان ومع بايرين حتى هذا هو أنشلو تي بس فيه شغلتين حيخلوني أحكم على أنشلو تي أو بتوقعي لأنشلو تي أنشلو تي خارج الحكم مدرب ممتاز جدا بالأولى حتى الآن كل شيء قائم عليما وتسجيله الأهداف هذا الرجل يفتاح تقريبا كل الأهداف معادة المباراة الأخيرة ختمها الآن لما هذا يوقف عن التسجيل طبيعي جدا المهاجم أوقف عن التسجيل كيف حيكون وضع أفرتون كيف حيكون هذا أول سؤال والسؤال الثاني لأي مدى حيقدر الفريق يظل يلعب بالشكل الممتاز هذا بخامس رودريجز اللي إحنا بنعرف أنه عنده مشكلة ملموسة حتى في مباراة ليفربول في مسألة المساندة الدفاعية لأي مدى حيصير الخصوم يركزوا على الجهة اللي فيها خامس يضعوا ضغط على زملاء خامس بحيث يجدوا المساحة في ظهره ويلعبوا لأي مدى في الماضي أنشلوتي حقق تقريبا 22 تصاربوا تنالي مع ريا مدريد في خامس رودريجز فيبدو أنه عنده الحل ربما لهذه المسألة لكن خلينا نشوف بالدور الإنجليزي خصوصا في جودة مستمرة مع كل الفرق في سرعة أكبر وخلينا نشوف شو هيعمل بس هدولة التحديين اللي بيفرقوا بين فيرتوني يكمل ويروح ممكن دور أبطال دور أوروبا سنجعي وهذا كافي للعلم أو أنه الفريق يتراجع أكثر لو ما عرف يعوض الهداف لو توقف عن التسجيل أو يخلي خامس أولا بحالته تبات مستوى وثانيا يخلي خامس جزء من التوازن لهذا الفريق ننتقل لمباراة ثانية تشيلسي و سوثامتون والتعادل 3 في البداية خلينا نحكي عن الإيجابيات تيمو بيرنر تيمو بيرنر أنا متابعة كنت دور ألماني من أول ما أبلش مع لايبسيك ومؤمن فيه هذا الولد من زمان صراحة وكنت مؤمن فيه حتى بعدم تسجيله مع تشيلسي أنه هيخلص الموسم بـ 15 جول وكنا نتكلم قبل يومين مع صديق قبل الأهداف وقلت له أنا بيرنر أول ما هيجد الفكرة ويرجح تحديدا لما يبلش يلعب مع حكيم زياش هيسكر الموسم بـ 15 جول في الموسم واحد من الأفضل لعبين العالم اللي بيشوف مساحة بيهجم عليها اللي بيقاتل كرة لما يكون خصم يعتقد أنها إله 100% يقاتل على كل كرة وهذا الشي وشوفنا مهارته أمام المرمى وثقته بنفسه بيرنر هيخلص الموسم توقع الشخصي بـ 15 جول على الأقل لكن المشكلة ليس هنا المشكلة في تشيلسي دفاعه ومشكلة تشيلسي دفاعه ليس الأفراد ولا المنظومة الاثنين مع بعض يعني هذه الكارثة الأكبر أفرادا هفوات يعني تعلمش من وين اللاعب قلب الدفاع بطلت تعرف من تجيق الضربة هو قلب الدفاع الأساسي قلب الدفاع الاحتياطي هو الحارس كله ما شاء الله عليه تخصص أرقام قياسية بالاختار هذا أول لكن أيضا في مشكلة كبيرة لازم ننتبهي لها بالمنظومة نفسها وهنا يولام لمبت يعني بتحس دفاع تشيلسي بدافع خطوط منفصلة يعني بتشوف خط الوسط عم بيت تدافع بديضغط عالي تلقى خط الدفاع راجع فاللي بصير بصير في بينهم مساحة كبيرة الكرة تروح هناك بيكون في مساحة كبيرة للخصر يفكر في مشكلة بالنسبية الحركة بين اللاعبين واضحة سواء في حالة الضغط أو حالة التمركز بالخالف يعني بتلقى ثلاثين واقفين وبينهم مهاجم ولا واحد منهم عارف مين هو اللي لازم يمسك المهاجم فبتنطلق الكرة فبتفرجوا على بعد الله معاك روح على المرمى في مشكلة بتوزيع الدو أدوار ما بين الخطوط وما بين الأفراد بشكل عرضي هذا دور لامبرد بحث مش دور لعبين يعني هذا دور لامبرد وهنا يولام لامبرد المباراة الثالثة اللي بنا نحكي عنها منشستر سيتي أرسينال اللي شهدت عودة سيرجو أكويرو اللي مهمة جدا حتى لو ما سجل حتى لو ما قدم أفضل أداء وأيضا ظهور روبين دياز دلمرة الثانية بشكل جيد جدا وهذه رسالة مهمة للغاية لميب جوارديولا المباراة اللي شفنا فيها أداء تقني جيد للغاية من رياض محرز اللي دايما ودايما كل ما يلعب بيكون عنده بصمة وعنده لمسة شوفنا سيتي بيبدأ بشكل منوع ما بين 3-1-4-2 و3-2-3-2 وهنا رغم الفوز برجع أقول دايما ما بعرف لش جوارديولا مصمم يفوز بأفكاره لش جوارديولا بيكون ماشي على شكل بروح يغيره أو بيكون في عنده شكل بروح يغير في كل مباراة لازم يحط الطتش بتاعه لما تكون كبيرة ولما يكون فيها نوعه من والعلاقة والمشكلة الشخصية مع الطرف الآخر نعم أرتدته مش عدو لكن فكرة أنه أرتدته هزمني لازم أهزمه ملموسة عنده يعني ما نضحك لحالنا أكوارديولا أنا برجع أحكي أحسن مدرد فشوفته بحياتي لما بلاشت أحظه لكل تتخدم بس عنده عنده هذه المسألة مسألة الأنا عنده الأنا ملموسة ولو كان متواضع في تصريحاته أنا ملموسة جدا بتخليه دائما بل بالعكس ربما يكون انتصر بالنسبة إلي لأنه أرتدته خاف أيضا واضطر يغير طبعا مني على التشكيل قبل اللقاء بسبب إصابة الهولدينج لكن أرتدته خاف واحترم ما سيتي أكثر من اللازم لأنه الرجل ببساطة كان لازم يشوف أنه السيتي هذا الموسم مش هو غوارديولا ولا هو السيتي غوارديولا يعني مش المرعب اللي لو لعبت معاه هخوفك بالعكس فريق عنده مشاكله الدفاعية الكثيرة ولو ضغطه بخاف السيتي الآن بمشاكله الدفاعية في أكثر من موقف هذا الموسم لما انضغط خاف وتراجع وتفكك وشفنا هذا الشي مع لستر شفنا هذا الشي بلقطات مع ليدز فأرتدتك لازم يروح لهذا الستايل أنت الآن مطالب بتروح بعيد ما مطالب تضل بشخصية أنه أنا أرسنال ولازم شوي شوي الفريق لسه مش تمام لا مطالب تأخذ الفريق للخطوة الجاي يعني مش بهذا الطريقة فأنا شفت المباراة يعني حتى حضرتها عادي يعني فكان الموضوع ما فيش في حماس كتير إنه واحد بعرف النتيجة بس حسيت إنه أرسنال معامل اللي مطلوب منه عشان يضغط السيتي ويمشكله في هذا اللقاء وطبعا كانت فكرة وليان المهاجم اللي هي بدها دائما تفكير إنه ملهاش مبرر منطقي أنا محبش المدربين بصراحة اللي بلش يخترعوا في المباراة الكبيرة أنا يعني أحبهم مش بساطة وبالنسبة لي شفنا هذا الفوز مهم جدا لأنه أبقى على حضوز السيتي بالدوري خلاي قريب من التقدم أيضا لأنه بدنا دوري يعني يكمل من زي دوري السنة الماضي يخلص بشهر 11 ننتقل للمباراة الرابعة توتنهام يتقدم 3-0 ثم يتعادل 3-3 مع وستهام في طريقة غريبة جدا توتنهام اللي بيملك أفضل ثنائي في الدوري الإنجليزي حاليا هداف الدوري هيونجبين وأفضل صانع أهداف هاريكين وهو أيضا من أهم الهدفين في الدوري حتى في الترتيب ثنائية عظيمة ثنائية ممتازة يمكن البناء حاولها عشان تقدر تحقق أهدافك هذا الموسم لكن لا يمكن الاكتفاء بها هذا أولا يعني ما بصير هذا أول خطوة لازم يعرفها مورينيو ما بصير اتنين هم اللي شيلوا الفريق آه يلعبوا ويسجلوا بس لازم هذه المنظومة تكون أساسها هم بس مش هي المنظومة هم هذول اتنين وطبعا علقت وحكيت عن هادا الناس اللي بتلوم بال يعني هادا مجرد يعني استفزاز غريب يعني انت عارفين أنه تتنهام إلو آخر سنتين هادى الانهيارات الذهنية صفته بتقدم اتنين سفر بتعادل اتنين اتنين مع موكتن ومع مورينيو مش قادرين يحلوها ولو مورينيو بدو يروح توب فور أو حتى توب سكس هذا الموسم أو بدو يجيب له أي لقب كأس أو كده لازم يحلها الفضيحة هادي لأنه مش طبيعي الفريق دائما بفصل ربع ساعة بتتلقى كل أهداف الدنيا ولازم ألوم مورينيو 303 دائما جزء منها المدرب التبديلات التلات ولا واحد منهم بقدم أداء جيد التلات وهذا مش هو السبب لأنه انت حتى لو لعبوا سيئين 3-0 النتيجة الشيء الثاني الرسائل اللي بحثها بإخراج هيونغ بإخراج كذا هذه كانها الرسائل بيقول المباراة خلصت يعني استريح اللاعبين بهنيا قبل الوقت وهذه غريبة منه وخطأه هو أعتقد عارف حجمه السوبرستار لازم يظل في الملعب لعنما تخلص المباراة خصوصا في بدايات الدوري وبدايات حصد النتائج والنقاط أنا هذي قناتي عشان هيك هل تكون نتيجة 2-0 تسحب ميسي أو رونالدو ممكن فريقك ينهار ما حدا بعملها فأنت عندك ميسي تاعك هيونغمين ما بصير يطلع ولازم توتن هامي يخلي رجري على الأرض ويعرف بحارس مثل هوغلوريس بدفاع مثل سانشز يعني توب فور إنجاز صراحة لأنه تتكلم عن الناس بضيعوا نقاط بيهدوا نقاط فهي المباراة فهذه كان المباراة سانشز هون هذا كان المباراة الجاي يعني عم يهدوا نقاط وبضيعوا نقاط الأكبر خطأ كان دخول الموسم بهذا قلب الدفاع صراحة ولكن يولام أيضا المدرب اللي راح جابه يعني كان أفضل تروح تستعير واحد بدل قرث بيل كقلب دفاع وبهذا الراتب اللي كان معروض يجيب قلب دفاع كويس لكن بهذا المدافع لا الموضوع في مشكلة المدافع كثير بفصل بفصل بزح حاله في الملعب حتى لوريس موسم ماضي وموسم هذا هتشوفه حيظل يغلط إلا طبعا إلا قرر يختم مسيرته بشكل جيد بدون حارس بدون قلب دفاع لازم ما كثير يحلم إنه إيناكف على قمة الدوري إلا إذا صارت معجزة نختم بمباراة من يونايتد ونيوكي الفوز المهم الأداء الجيد جدا وأفضل أداء هذا الموسم لمان يونايتد الفوز اللي بوريك قديش كان فيه ضغوط عمان يونايتد خروجهم بكلام إنه أنتو كبرتوا القصة يا أعلام ويا جمهور السوشيال ميديا يعني سولشاير طلع تكلم هيك ماجوير طلع تكلم هيك دارينه الموضوع مش كبر أنتو مضغوطين أساسا يعني المش مضغوط ما بطلع يقول أنا مش مضغوط الفكرة ببساطة إنه كان فيه شي بهذا الفرق أجواء الفرق كان فيه شي هم الآن بينكروا النهاية مجرد ثلاث نقاط ثلاث نقاط أعطت وقت لسلشاير يستعيد نفسه يروح يلعب لما يبلش يخل دور أبطال يدخل دوري لازم يكون الفريق قادر يكمل بثبات لأنه التعادل أو الخسارة المرة اللي جاي حتى ترجع الضغوط والتكبير الإعلامي حسب وصفهم القتالية اللي أظهرها الفريق الروح اللي أظهرها الفريق مهم جدا الجماعية اللي لعب فيها الفريق المباراة الأخيرة مهم جدا أداء راشفورد مهم جدا إذن في مؤشرات إيجابية بذلك اللقاء لكن زي ما حكيت يبقى 90 دقيقة فعشان يتكمل لازم يمد في من يونيتد لعدة مباريات نوصل لنا نهاية حلقة سيلفيسبورد كنت معكم أنا محمد حواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابع هذا القناة على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا